اه ها يعني ايه سكريبت وعني ايه يعني ايه بلاج السكريبت بيبقى عبار عن اداة او او موضوع صحيح او موضوع صحيح مش عابل بص السكريبت بيبقى امر او اداة بيبقى فيه مصمم هو اللي عملها او حد زي ما قلنا تقيل في الماكس هو بيجي بيعملك اداة دي الادة دي بتسهل خطوات عليك تمام السكريبت لما نيجي نضيفه في الماكس يبقى ليه طريق التسطيب بيبقى بسيطة جدا جدا حلو كده البلاجين البلاجين بيبقى نفس الكلام بس البلاجين مش مفهوم الاداء على قد بتقف ان هو مثلا بتسطى بي حاجة عاملة زي في راي مش احنا الممرجي بتسطى بماكس خلاص بتسطى بنقوم نسطى بين الفي راي ده اصلا اسمه بلاجين مش اسمه برنامج هو بلاجين في راي تمام زي الكرونا كرونا ده اسمه بلاجين اللوميون مسلا اللوميون ده برنامج مش بلاجين اللي هو ما بيضافش على ماكس مسلا تعمين حاجة ده هو نفس الكلام فالفي راي سوري فالبلاجين ويبقى هو حاجة بتتسطى وبتخش عندك في الماكس يا اما حاجة من ضمن قوائم حاجة مثلا كده زي الفيرست كلون او زي فورست برو كلام ده كله تمام؟ فاحنا هنتكلم عن وعن وهنتكلم ايه الحاجة المهم عندنا في الانترو كل ما تسهل علينا كتير جده اوكي؟ بص اول حاجة نتكلم عليها في سكريبت اسمه create stairs ايه سكريبت create stairs ده ببقى من شرك اسمه article دي بتعمل ايه؟ دي عملت بحيس ان انت بتاخد بتاعك من الكاد مجرد ما بتضيف على الماكس بتشغل عليه السكريبت ده already هو بيعمل لك السلم في كل تفاصيله بيعمل لك السلم ايمة بالنايمة السمك بتاعت الرخامة بالانف بتاعت الرخامة بالرفرفة بتاعت السلم تمام؟ بيعمل لك فيها كل حاجة ازاي نسطبه اي سكريبت او اي بلوجين هنتكلم عليها هنقول ازاي بيتسطب صحي كده؟ طبعا انا مع كل مع كل سكريبت متدهول لكو انا متقى زي فيه فايل pdf كده او not back بيقول طريقة الشرع في احنا كده كده ايه؟ هنقوم اقلينها داني كده اول سكريبت قلنا هنتكلم عليه هو فتحنا كده فتحنا ده كده تمام؟ نفتح الماكس اول حاجة بنعملها علشان بنسطبه بالسكريبت بالاول بس هزبط الهومجريد هزبط الايه؟ اليونيت لازم تتأكد ان اليونيت مزبوطة تمام؟ اول حاجة بنعملها بنخش على قائمة اسمها 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 وتدوس عليه هنا كده وتقوم بعمل حاجة اسمها يعني شغل اللي انت تتكلم عنه تمام؟ هاتيجي تخش هنا على الفولدر بتاعك الفولدر ده فولدر اسكريبت هتلاقي هنا في فايل اسمه ماذا كده؟ تقوم وعمل select عني ستكلمش كيف الكلام ده كده انت ستطبت السكريبت قلص تسطب عايز السكريبت بقى بتاعك يطلع عندك يطلع في ايكون ازاي الايكون دي ليه طريقة موحدة بتتعمل مع اي اي سكريبت هتعمله ايه الطريقة دي تقوم داخل على customize وتخش على customize user interface وتفتح toolbar وتعمل new toolbar تمام معي من اول من اول customize customize user interface اللي هي اول واحدة تمام؟ بعد كده بنقوم مختارين toolbar ومن هنا بنعمل new toolbar انت بتعمل toolbar جديدة تحط فيها الامر بتاعك هلو كده هنسميها مثلا stairs نقوم نقوم بقى نقوم بقى نقوم بقى نقوم بقى نقوم بقى ندور هنا في الاوامر دي شايف دي كلها اوامر عادية بقى بدأ فيها بقى بدأ ادور فيها على امر السكريبت اللي هده ايه؟ مستبه فمسلا الامر اللي احنا مستطبينه تمام اسمه ايه؟ فانت عندك اول حاجة اللي انت ممكن تعد تنزل تدور كده او بتبدأ ايه؟ تدوس على حرف سي مسلا عشان تدور عليه فامين حاجة؟ لحد ما يظهر او في حاجة تانية اللي هي ايه؟ ان انت بتكون عارف الشركة اللي عاملة السكريبت ده بحيس ان هي بتنزلك هنا في الكاتجوري بتاعتك فانت عارف الكاتجوري هنا لو دخلنا على هتلاقينا في حاجة اسمها الايه؟ ده بس يفكوا منه دي حاجة انا كنت مسطابها قديمة تمام؟ ده الجديد وده اللي في بتاعنا بيظهر للكو حاجة بالشكل ده بس انت طبعا يظهر لك حاجة واحدة اللي هي دي بس ريات نين تلتة زيرا تمام؟ كل اللي هتعمله هتقوم موضوع كده ورمي ايه؟ هناك بس بتفك ده خلاص انت مش عايز بتاني وجرد ما بتعمله مرة خلاص مش هتعمله تاني تمام؟ بعد كده عايز ابدأ ارسم سلم لو انا هنفترض ان هرسم سلم على الماكس وهبدأ ارسم درجات فا اوي حاجة هاملها مسلا انا هاجي هنا كده هعمل ايه؟ عرض تلاتين بتقول مسلا متر ونس حاجة مسلا بالشكل ده كده تمام؟ وممكن قوم جاي بالسناب كده ومعامل ايه؟ درجة اللي بعدها ومعاملها مسلا ناشرة حاجة مسلا بالشكل ده كده في مشكلة في الكلام ده تمام؟ فانت كده عملت درجات السلم في حاجة مهمة جدا لازم تتعامل قبل من تطبق ايه هو؟ بيقولك عشان يتعرف على درجات السلم بتاعتك لازم كل درجة تبقى في سبلاين لوحده كل درجة في سبلاين لوحده يعني ايه في سبلاين لوحده؟ يعني ده كده هو سبلاين لوحده هو وده سبلاين لوحده حتى حدد ده هتلقى اسمه ايه؟ تو سري مسلا وفاعمين حاجة؟ عمي انت مسلا وجيت هنا وحاولت ده وجيت عملت مسلا عملت عملت كده 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 ما ينفعش ليه؟ لانك انت عندك السكريبت عندك السلالم دي كلها في ايه؟ في سبلاين واحد فهتضطر الايسافة لان انت تقوم داخل هنا كده وتمسك في تخش على الاسبلاين وتمسك اول واحد وتقوم عمله تتاتش ده طريقة اكيد مش عادي ايه وتقوم داخل على التاني وتعمل له تتاتش يبقى نفس الكلام نعمين حاجة؟ حاجة تتاتش تتاتش وتمسك في تتاتش 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 هناك اكسس كولستيرين هذه موضوة الان هي موضوة الان لا هي عمية اكسس كولستيرين شغالة 16 شغالة 15 لا ما نضيع على قليل كتير كتير كتير. تمام? معي كده? فكده اللي انت عملته تعمل كده? فخلاص انا دلوقتي انا عندي كل درجة عندي على ايه? على سبلايل لوحده. الخطوة دي بقى بعمل ايه بعد كده? كل اللي انت بتعمله بتجمع تعمل سليكتا عليهم كلهم. تمام كده? وتقوم دايس على السكريبت بتاعك. لو ظهرت لك الاكتفاشن كود اللي ليس اظهر من شوية ده. هتلاقه مكتوب هنا اللي هو ايه? واحد دين تلاتة ربعة. وبيكتب برضه اول مرة بس. معي? ايه بقى اللي بيظهر هنا? هو هنا بيظهر لك الكريم اللي انت المفروض تركتبها. كريمة الايمة والنايمة والانف والرفاء. تمام? دلوقتي انا لو جيت. افتح السورة دي كده عشان بتكونوا عارفين. يكونوا عارفين كل قيمة بتاعت ايه? اول حاجة عندي اللي هي القيمة بتاعت ايه? دي اللي هي الايه? الايمة. ايه? هي مرسومة هنا. مرسومة هنا بس انا عشان مش هتباني يعني او. تمام? كلمة الايه دي الايه? دي الايمة معاها الايه? ايه? ايه? يعني 20 مع 15 و 5. ايه 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 انكان يعني انت كده كده انت بتكتب الايه? اله كيمة بتاعتك. تمام? اموما هي هو هنا كالستاندرد هو بيحطها لك 20 تمام? في حاجة مهمة عايزين نعرفها. سايفين كل القيام اللي مكتوبة دي كده كلها. دي قيام ستاندرد. طمام? دي. ما انا هقول لك. دي قيام ستاندرد. بس دي مشكلتها حاجة. ان هي هنا مكتوبة بالايه? بالمتر. فانت بس تبدأ مكتوبة هنا عشرين بالمتر. فتبدأ تحولها لايه? اللي هو ايه? زيرو بوينت تو مسا. طمام? ايه البي دي? البي دي الهي? سمك الرخم. تمام? هو هناك كتبها لك خمسة متر. الهي او اصده خمسة سنتي. تكتب ايه? خمسة سنتي. زيرو فايل. معي لو حده متلقبة تقول. هيكده كده هنقول تاني. عندنا ايه تاني? عندنا السي. تبقى تعلية سنتي. الهي الانف. نجي نقش هنا على الدي. دي هي المساحة اللي هيتعمل لها ايه? فيلت. تفهمين حاجة? مش مع السلم كده تلاقي الجزء اللي في الاول في الالف تلاقي معمول له فيلت شوية كده. عشان ما يبقاش السن مدبق. فانت بتختار المساحة بتاعتك. فبتبقى خمسة سنتي مسلا. والسيجمنت بتاعت مش ده حاجة كيرف. هيبقى لها سيجمنت. بتعملها مسلا سبعة. تمانية اي حاجة. ايه تاني? هيبقى عندك هنا. دلوقتي انا لو باصس على السلم ده. لو انا السلم ده باصل عليه كده. شايفين الجزئية دي كده? من هنا لهنا. بلاقيها طالع رفرفة وبعيدة عن السلم كم سنتي. تعمل حاجة? يعني السلم لو هو كله طالع كده. كده هون. بلاقي فيه رفرفة زيادة كده. من جناب السلم. يعني انت لو خدت بالك شايفة السلم اللي هو الدرجة اللي هي اللي هنها بنفسجي دي. هتلاقي شايفة من هنا كده? هتلاقي فيه رفرفة زادت كده. من هناك هتلاقي فيه رفرفة مشيت كده. هنقول. الرخامة بتاعت السلم بتعمل رفرفة. الرخامة لو هي محطوطة على السلم. تمام مظبوطة ما فيش اي مشكلة. ايه رفرفة? بتلاقي الرخامة زادت من الطرف اللي على اليمين كم سنتي ومن الطرف اللي على الشمال كم سنتي. انا هعملها واحدة. نخليها مثلا اثنين سنتي. تمام? بعد ما بتعمل الكلام ده اللي بيحصل. تبدأ تحدد ان انت نوع السلم عايزه ايه? ياما عايزه اوبن. تمام? ياما الخرصانة. تلاقي السلم كده. وتلاقي الخرصانة بتاعته كده لاخيه? الخط بتاعك باين. والبوكس اللي هو ببقى بطنية السلم كلها نزلة على الارض. هنجربهم دلوقتي. دلوقتي مسلا انا جيت عملتها كل اللي بتعمله بتدوز. خلاص ضربطت البرامتر زي كلها. هدوز بكفرست ستيب. بدوس على ده كده. على اول سلمة. لحد ما كلهم يتعامل عليهم سليكت كده. لو ما تعملش عليهم كلهم سليكت. وممكن يزهر لك بيقول لك في مشكلة. في مشكلة. في السلمة رقم كزا. فتبدأ تعد. انا سلمة. في حيث السلمة اللي فيها مشكلة تقوم مسيحها ويرسمها من اول تاني. خلاص خلاص. تقوم نايس كرية. طمام? يطلع معاك بالشكل ده كده. ده بقى اللي هو الكلوز ده اللي هو الخرصانة. ده في نسبية. ده انا بقى زعم السلم من الحاجات اللي داية حتيسة بتعمل باختر معها او بردو بال. نفس الكلام? هقول. فاهمين? ايه الرافرافة اللي انا قلت عليها. شايفة? ايه الجزء ايه ده? الزات ده. استبعوا الناحية احنا جالبا ان اتنع حيطة ايه. ولو ما بقيتش حيطة يعني. احنا بنكلم عموما يعني. احنا بنكلم عموما كده كده كده. كده كده. هقول لكو على كام شطرة كده. ببقى ناخد بنا منها. تمام? فده كده اللي هي الكمال اللي هي رقم ايه. اللي هي دي. معي? همماشي. ده مسع ده كده. هقوم كده تاني. اوبن? عشرين. خمسة. تلاتة. ممكن ما نخليه هنا زيله مش هنخلي فيه رف رف. هنخليه اوبن كده. بقى فرس ستيب. بس على اول بقى. اعمل كده. طبام? ده كده اوبن. معي? لما بتيجي بتعمل حاجة اوبن اللي بيزهر معاك كده. بيزهر معاك زي لاين بالشكل ده. اللايين ده بالنسبة لك هو باس. الباس ده بتعمل ايه? ده بتقدر تعمل بي زي كده او يعني كامرة حديدية يتثبت عليه الحديد. وهي بيبقى بالزبط معمولة على ايه? على بتاع الاتجاه السلم. بس بيبقى فيها مشكلة ايه المشكلة بتاعتها? ان الاسف اللايين ده بيبقى لو دوسنا على اف تلاتة هتلاقيه جاي فوق. ما ايه المفروض انه هو يكفين تحت. ان ابدأ بقى ناردو. ونزبط. ايه ليس مش عال عندك بعد ما. تمام معايير? ام. فانا لما اجي اخد اللايين بتاعي اللي هو الجايد ده. اقدر اعمل بي ايه? ده دلوقتي لو اخدته هطبقت عليه مسلا موديفاير السويب. بس في الاول لو جيت ورسمت ايه? صغير كده. احسن ان ده اللي هيبقى بتاعك. وجيت هنا. افترت. ليه ما عملتوش انيبل انيبل? هناك لو عملتو انيبل انيبل فهو اللايين ده هتحاول معاك في سمك. فهيبدأ يزيد من اليمين من فوق ومن تحت. طب ما زباك امزل تحت. اه. اه طب. بس هتبدأي بقى انت عدلي فيها تنزلي واحدة واحدة. فانت عمليه سويب وزبطي ان الريكتانجل بتاعك يمشي معاك من اني اتجاه. هيبقى اسهل الكتير. تفهم حاجة? بس ايه. ام. 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 انا هوريه كده كده. لاين بيوت. اخلي ده ايه? حاجة ايه. ام من قصدي? فهو دلاتي اللي ما ايه يمشي بالشكل ده. معايا. لو خدت ده كده طبعا. خش على. لو حبيت اصغره اعمل ايه? ام سنجايب الفيرتكس دي كده. هندي فهم حاجة? معايا? ام. الكتاة ده. اولا ده عشان اصغره او اغير فيه. هعمل ايه? هرجع على السكشن بتاعي. السكشن اللي انا اعتبقى اني سكشن اللي انا عمله هو سكشن مستطيل ده. عشان اصغره. ومسلا جاي كده. وصغره بالشكل ده عسلا. اوه سوري احنا بابل ايه? عشان اصغره بالسكيل. كامل حاجة? يطلع معاكم حاجة كده. 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 يطلع معايا حاجة كده. يطلع معايا حاجة كده. تعمل حاجة. فهو بقى لين عندك هو يتعامل لجايد. تم بقى وغرض مسلا لجايد ده. تقوم ويديله بقى حاجة مسلا خشب. حاجة حديد. المونيوم. ايا كانت طريقة التزبيت بتاعك. تقوم انت اصلا مش عايز لجايد في حاجة. وتقوم يبقى عندك مسلا. سيحيطة كده. تعم? لا مجرد هيتثبت فيها. مش شاكل ده كده. تعم? طبعا حاجة زي كده لو عملتها ماكس كده وسبتها وخلاص. هتلاقي الموضوع مش وقعي. فالاحسن احسن انت لو هيعب في طريقة تزبيت معينة تتخدمها. فانت تبينها كدتيلا. يعني انا لو جيت حطيت هنا كانة. كانة. هتفرق كده كده. كده كده انت ممكن في الماكس انت كانشائي. بيبقى فيه الحاجة اللي هو. ان بتاع نفسه مسلا يكون بوكس. بتاع ده. يا ربي. خرصانة. بتلاقي الغلاف بتاعه نفسه هو ايه. زي الطبق كده داخل لك خشب. طبق خشب هو داخل جواه. ساعة خلاص انت عادة انت مش هتحتاجه. حاجة هنا اصدق مثلا. فهو ديزاين انت مسلا لو جيت هنا. اه. اه. مش بقول لا بقول لو انت عملت حاجة زي كده هتعمل حلوة. حاجة كده مسلا لو جيت بقى طلعت هنا. تبدأ تزبط بقى. وهيطلع معك لفوق مسلا كده. وتكرر بقى وتزبط دنياتك هتلاقي برضو ايه. طلع معك الشكل اللي انت عايزه. طعم كده. ده كده اللي هو ايه. ده كده. ده كده. لو جيت هنا. نشوف البوكس بيبقى اعمل ازاي عشان يبقى كده نشوفنا الاشكال كلها. بوكس. ده كده اللي هو الايه. ده كده معي اعمال. ده كده اللي هو البوكس. تمام. يبقى انا كده ويبقى نفس الكلام بالزبط ونفس البرامسات وكل حاجة. يبقى انا كده انا عندي ايه. انا عندي السلم بتاعي. تمام. اقدر ازبط في كل حاجة. بالشكل ده. في ميزة كمان ان انا ده لو جيت احاوله ايدت بولي او هو اصلا قريب بيبقى ايدت بولي. في ميزة حلوة. ان انا لو جيت شفت الاليمنت. هتلاقي ان هو ايه يقدر يبسك لك الاليمنت الواحدة. حاجة تانية. لو انا جيت امسك البوليجونز. البوليجونز دي. امسك البوليجونز. اعني مش انتو عارفين حاجة هنا اسماء اللي هي الاريندر اي سد اي دي او البوليجونز اي دي. عارفنا. او. ام اي. اي اي او بجيكت. يه لما بنيجي من استحطه ماتيريال بيبقى البوليجونز بتاع الابجيكت نفسها بيبقى اسماء ليه حاجة اسماء اي دي. يعني ايه. انا لو عندي بوكس زي ده كده. وده بتحويل ايدت بولين. شايفين مسلا البوليجن ده كده بيبقى ليه اي دي اي دي يعني زي رقم اللي هو ايه حتى لو تحت هنا هتلاقي فيه رقم اللي هو خمسة وده واحد وده تلاتة مش همين حاجة معايا طب لو انت عايزت تسمي اي دي برقم معين يعني مسلا لو ده خمسة هنعايز بخليه واحد بتشيل الخمسة وتكتب ايه واحد فيبقى ايه ده بعد يرجع واحد لو ده يبقى انت عندك كده واحد وده كمان واحد فهمين قصدي ده بس تفضيف ايه بيبقى انا عندي نوع من انواع الماتيريال اللي بيعمله ايه ان انا بيخليني اجيب زي قيمة وحطها على واحد كلها اثنان وليا بقى يحطوا وحطها على واحد حلو كده وانت بيبقى عندك الماتيريال مسلا بيقول لك الماتيريال بتاعت اي دي رقم واحد رقم واحد تبقى خشم الماتيريال بتاعت البورجونز اللي الاي دي بتاعها رقم اتنين ده هتبقى رخام الماتيريال بتاعت الاي دي رقم تلاتة ده هتبقى خرصانة تهمين حاجة ده بعد نستفاد بي ايه نافي السلم ده خفزة في السكريب ان هو بيقسمها لك يعني لو جيت مسكت مسلا بورجونز ده كده ده هو رقم اتنين شايفين ده كده اللي هو ايه الرخامة سوري ده الرخامة جيت هنا تبدأ تخش على بورجون تانية اللي هي مسلا هتكون ايه السراميك او تكملة الرخام او الاي ما يعني تمام تيجي من هنا تلاقي اطراف السلم او جيت من هنا كده تلاقي ايه بس انا باتhof . نا انت مjamشان ندير الرخام ده الآن ليس هنا ندصها لم احارة الماتيريالlevel اتفانكم حاجا سمburn رخامكم ان تستفاد به في الماتيريال . brauchوا ان تلاقيقش في الماتيريال ليس هتفاد لي في الماتيريال انت اتoring للوقت للوقت تربط عليителя يقون nine Elaine اول حاجة هتعمليها هتمسجي الايمة كلها بتعمليها دي التاشت وتخليها قوش اكتر واحدة ليه عشان تبقيها متاريال لوحدة ونفس الكلام مع النايمة ونفس الكلام مش عارف مع الحرصانة مع البطنية بتاعت السلم صح كده انت بقى بعد ما بتعملي ده بيبقى فيه نوع متاريال هنقوله تمام اه ده بيعمل ايه ده بيبقى نوع المتاريال بيبقى فيه اي دي اه نوع المتاريال نفسه بقى فيه اي دي بحيس ان انا بيقولك اي دي رقب واحد كزا اي دي رقب اثنين كزا بحيس ان انت تاخد الزبوت مجرد ما هتعمليها هتلاقي الخشب بقى خشب بقى خرصانة بقى خرصانة فهمين حاجة فدي هتنوصل لها لمرحلة المتاريال المشكلة في الكلام ده اخر حاجة دلوقتي لو انا معي عملت يعني علمت عالكلام ده وعملت برضو وخلته مسلا زيرو اتنين برضو زيرو تلاتة خمسة اتنين فينا بقى حاجة اسمها ايه هندريل ايه هندريل ده يعني ان انت عايز تعمل هندريل بتاع السلم بتاعك دلوقتي هم ليه مفيش اي حاجة نزلة من هندريل عشان انت مش عملت لي ولا تشيك على الليفت ولا على الريل وجرد ما بتعمل على الريفت او الريل بيبدأ يظهر لك ايه قائمة جديدا ايه قائمة دي دلوقتي الهندريل بتاعي بيبقى فيه حاجة اسمها طوب ريل اللي هو الهندريل اللي هو حلو اللي انت بتسند عليه حاجة اسمها الهور ريل اللي هو اخر هندريل اللي تحت والميدل ريل دي اللي هو مجموعة الهندريل اللي في النص والفيرتيكال ريل دي اللي هي الايه الرأسية معايا تبدأ تلعب فيهم تقوم جاية بس انا على اول حاجة بس برضه عشان ان نكون عارفينها ان انا لو انا مش عملت يعني عملت ليفت وقرائز عملت تشيك عليهم بس ودوست كريت اللي هيحصل مش عامل لي حاجة بس هيجيب لي للاين جايد للهندريل زي السلم احنا لما عملنا السلم كان فيه للاين جايد صح كده لو انا عملت هندريل وسبتها كده بالزبط لو فيه حاجة عايز تعمل لها فيه كورنيشة معي انا عايز تمشيها تفاهمين حاجة وهنا متشوف الكلام ده دلوقتي فسيق ده فبيديك للاين جايد ده علشان تقدر تطبع عليه اي حاجة من امر سويب اللي انت علم يبقى عندك للاين جايد تقدر تطبع عليه فاكرينها مش عنا قلنا اللي اللي هو لو انت عندك ومعك وعايز تمشي وعايز تمشي تدع على فاكرينه فاقدر يقعد يمشي معك نفس الكلام يمقى عندك ومعك بتاع الهندريل رأسي نفسه تمام طبعا تكرره ده بنعمله ازاي بنيجي عند مثلا نختار بتاعنا فنختار فبيقول لك اختار الارتفاع بتاع الهندريل بتاعك هنقول تسعين سنتي تو الراديس مثلا هنقول تلاتة سنتي ده كده اول واحد اللي هو الريل لو اخترنا الراوين ده مثلا يبقى خمستاشر سنتي وهنا يبقى ايه ده الراديس معايا معايا ولا ايه ثنيم تعمل ايه لا لا هو اللي فوق بيبقى اعلى من اللي تحت اللي فوق بيبقى اعلى من اللي تحت تمام الراديس بتاعك برضو مثلا اتنين النمبر عايز كم مدير ريل عندك تم اين حاجة ممكن اقول له مثلا خليها ثلاثة اتنين اتنين هو ايه اللي تسمى اتنين 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 توب ريل ولا لوار ما هو هنا اتنين سنتي اتنين سنتي اتنين معايا اخليها اه 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 اتنين ارتفاع الهندريل السفلي معايا راجي هنا كده الوراوند برضو الراديس بتاعه اتنين الارينج يعني الارينج يعني بيقول لك يحط لك هندريل رقصي على كل درجة ولا خليها واحدة واحدة اتنين و اتنين كمان حاجة ولا ثلاثة و ثلاثة خليها واحدة واحدة اتنين كده انت زبطت البرامج ممكن يتعمل الشيك على اللفت مثلا بس خاصة لو انت السلم ده جانب وحيطة مثلا فاكيد هتعمل في واحد مش هتعمل في التنين لو هو في الاتنين عادي فهتعمله في الاتنين انا افطال read يحنا نشيل الواحد من هنا وعمل تعدلي ايه مثلا انا ايه بقا ده نسبك بيعاب يبقى يعني ده اتبوليف انت كذا يقدر يتعديه بالإيه؟ بالإليمنت كده وما هو هادي بقى هو ما سأل حاجة كده ما يعاني ما اطلقتش بص ده كده اللي هو ايه؟ ده اللي ارتفاعه سين سنت وده اللي ارتفاعه خمسوشة سنت تمام؟ ودول التلاتة اللي في النصف مادي الفيرتكار ليه ده يبقى واحدة بقى واحدة مم؟ مم؟ معايا؟ ايه؟ ما عامل؟ ايه؟ فين مشكلة كده؟ بصك دعا دلوقتي احنا فين؟ احنا فين دلوقتي؟ احنا في الكاد دلوقتي احنا هنجي نعمل امبورت ركزوا بقى معاشا ده يعني حاجة كدير ايه؟ انت لما فيك بتعمل مشروع فيلا او حاجة الجزء بتاع السلم ده كده يعني بتعمل الى واحدة يعني كله كله بتعمل الا السلم بيجي على السلم كده في الماكس فبقى بتعمل الى واحدة اول حاجة اللي هزي بنعرفها اللي هي ايه؟ ان احنا نخلي كل درجة فيلا ايه؟ مش فيلا ايه يعني دول اه؟ فانت لو راسم اصلا يعني انا لو راسم مسلا الكلام ده كله من غير مقفله يعني انا قردي قفلته بس انا ده لو مش مقفله يعني ده لو معمول كده ده معمول كده؟ مقفله اه يعني ده كده كل اهو كده مسلا همين حاجة؟ فانا راسمه بلاينز عادي فلازم اعط بقى ايه؟ اه اقفلهم كلهم وبعد ما اقفلهم كلهم بقوم حاجتهم كلهم في ايه؟ فيلاي الواحدة اللي هي مسلا استير معايا وانا قرت عاملها عشان انجز وقت اه بس هم لما هيدفونه هيدقفلهم فيلاي الواحدة اه اه لا بقى دي بقى هي بقى تركيز فينا يبقى دي دي سكريبت تاني فاهمين اللي فيها؟ اه خلاص زبطتها مفيش مشكلة عايز بقى دخل السلالم دي جوه بعمل ايه؟ اقوم جاي من هنا كده وقالنا ازاي بتدخل جاي ستير خليها خمسين ميتر ليرز فاهمين كده بقى هدخل كده اللير بتاعت ستير بس فستطلع معي ايه بالشكل ده جدي تمام ايه المشكلة اللي فيها اللي كلها اللي هي الواحدة هتقعد بقى انت تعمل ايه detacher كل واحدة اذا طبعا ايه استحالي فنبدأ بقى نتكلم على script جديد بقى اللي بيعملنا الكلام ده script ده اسم object detacher تمام ده جوه عالة اسمها سبلهم script تمام اختلف عن الاولى شوية نفتح او ده نفتح كده نفتح ده كده شايفين التالت فولدرات دول خد كل فولدر ويبدأ حطه ايه عندك هنا انت هتلاقي مسلا عندك هنا في فولدر اسمه script لو دورت على الاس كده هتلاقي فولدر اسمه script هتلاقي فولدر هنا اسمه u i i in هتلاقي في فولدر اسمه macroscript كل اللي هتعمله ان انت هيتاخد اللي جوه بتقوم حطه جوه الفولدر بتاعه ده مين حاجة هجي مسلا هنا هجربها في حاجة واحدة هجي مسلا في الاسكريبت كده اقوم جاي هنا افتح الاسكريبت دي جده ام اخد ده كده ام ctrl c fin n معايا نعم نعم وعلى نفس الكلام ما في بقيقي الفولدرات نفس الفولدرات هنا نفس الفولدرات هنا ونفس الفولدرات هنا حالو كده خلص انت كده سطفت الاسكريبت ده ده هو الاسكريبت التاني بقى ده كده تاني اسكريبت تتكلمنا عليه ثم جاي هنا كده نفس الكلام عايدة دي في سكريبت ومدخل على customize user interface خش على tool bar اعمل new tool bar اسمي اي حاجة وابدأ ادور هنا على ايه على حاجة اسمه object to touch حرف object to touch ايه ازل انتكت عطت الوقت تحرجين يا قشاك في السبالة بحضريكي اعمله هل تفلق انت مش هتستفدي حاجة انا اللي هكثر حرام فطبع زي ما شفتوا ما نفعش ان احنا ايه ايه ودين بقى دينك وقضي نبالكو نبسع دا كده نبدأ بقى ايه ناخد دول كده تديهم واحدة اوبجيكت تتاتش هتلاقي هنا بقى يبيعمل ايه اوبجيكت تتاتش بيعيد بقى هيوة ديفكم كلهم خلصهم كلهم بس وكلهم ايه ايه كل لائن لأ اخليهم كل لائن لان هو دي لما اتكونه اتكونه من من اللي احنا عملناها فعشان كده انا لما دخلت ما دخلتش اللير اللي هي زيرو اللي هي فيها لائن فاهمين حاجة فاهمين اه فعشان كده انا عامل دخلت اللير بتاعت الستير بس نبدأ مسلا دا كده اهو زيرو اتنين زيرو فاين زيرو تلاتة زيرو خفر زيرو اتنين سبعة اخلي كلوز بصوا هنا عملت في الهندرين ليفت بس من غير ما اختار اي حاجة اعمل بيك فرس تيب باختار دا كده ندوس كده اعمل حاجة بس اللي ميطلع معك ايه مزبوط كل حاجة عشان انا عملت الهندرين بتاعي هو الليفت بس من غير ما اختار حاجة فادالي ايه الجايد بتاعي الجايد بقى ده امرت وكده اعمل بيه ايه الهندرين بتاعتي اعمل بيه اللي انا عايزه ادوك جايد لي وانا بعمل الهندرين بتاعي معايا ورضو نفس الكلام مسلا مجربت هنا كده اهو ايه ده لا لا مفيش الكلام ناسف هنا بقى دلوقت شافين مش دي كده السلم ده طبيعي ان هنا بس هايبقى في حيطة وهنا هايبقى في حيطة او هنا انت كده عايز اني هندرين الليفت بس مش هتوعز نسغيل كده تماما فكرة فكرة انتو مشكلة على فكرة اكسم بالله جدا انتو بتنيموا الواحد يعني الواحد بيه والله بيه انا باجموا بالشغل والله يعني متحمس كورس يعني هديكم انتو بتعملوني والله راهو عليكم دي راه مش فكرة دي راه اسمعك اه عاجل ارف معايا بطلع لك السلم بتاع اهو كده هو مضبوط والدينة حلوة جميلة في اي مشكلة في الكلام ده عنده عايز يساعد حاجة في السكريبت ده اه 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 من كده خليناها خمس ساعة ستة مساعة اه بصوا السكريبت اللي بعده اه اسمه ايه اسمه ايه 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 مش عايزينه اه اه فورجنيراتور ده تستيبه سهل جدا كل اللي احنا بنعمله انا برضو مديكم الفايل تخش جوه كده بتختار النسخة بتاعتك بتاخد اقابل تمام وتحتكس كده هتلاقيه ايه تختار program files auto disk cdmax ايه بلوجن مش اسكريبت لان الفلورجنيراتور ده ايه بلوجن مش اسكريبت معنى ان هو بلوجن فوق كده لما اجي احطه هنا في النفس المصار ده هتحطي لي مش ايه مش بايكون هنا هيتحطي لي اما موديفاير ايه اما حاجة في الكريش تمام كده فالفلورجنيراتور ده من ضمن الحاجات اللي هتتحط في الايه في الموديفاير كل اللي بتعمله بتقوم مثلا عمل سيلكت على بتاعك وبتطبع عليه اسمه حالو كده قم يطبقه كده طبعا عندك اشكال اه طبعا هي هنا تلعب حجم كبير اول حاجة بس يتعامل عشان الدنيا تبقى مش بايزة معاك شير وهنقول ليه وتيجي من هنا هو هنا بيختار لك ايه بتختار طول وعرض الخشبة بتاعت الفلورجنير بتاعت الفلور بتاعك فأنت بقى هتعملها خشبة مسلا فانا هيجي مسلا من هنا كده انا خليها ايه متر اتنين متر مسلا عجب الشكل ده خليها متر في متر معايا او متر في نص متر بتعمل ايه بتعمل تشكيل نسبيا انت تقدر تشوفه بدل في الاول كانت كبير كده معايا بعد كده بتعمل ايه اولا انت بتبقى اول حاجة عندك ده الطول بتاعك كطول وعرض معايا وهنا نفس الكلام طول وعرض اه اه طبعا عندك ايه تاني المينمتة عندك هنا بقيمة في الماكسيمم وكيمة في المينمم يعني ايه يعني مش شرط تبقى نفسك بقيمة هي هي ازاي يعني انا لو قلت في الماكسيممتة عندها مثلا اتنين متر كايه كطول وخليت في المينمم خليتها مسلا متر يبدأ يعملك ايه تفاوت كده ما بين المتر للاتنين متر يقعد بقى يعملها لك كده حاجة ايه يعني اه حاجة راندم شوية نفس الكلام كفي الطول وفي العرض بس الطبيعي ان العرض بيبقى ثابت والطول مختلف او العكس صحية تفاهمين حاجة حيث ان تبقى هنا العروق ماشية كلها واحدة فلو عملنا مسلا حاجة بالشكل ده بس ده يفطل ثابت مكانه مسلا كده حلو عندي ايه تاني عندي هنا المسافة اللي ما بين كل خشبة بالتانية طبعا كبيرة جدا ايه اقل نسبيا كده موضوع بدأ يقلب ايه موقع اكتر تماما بعد انتك ايه تاني عندك بعد كده حاجة اسمه ايه الروفس دي ملاش لازم قابل ان انت بتقعد تلعب يعني الشكل الرياندم وفيه طريقة تانية تقدر تلعب بيه الايه الايه السابة من ايه الهي من ايه من هنا اه من جروت لين المهم نتخليها مسلا واحد اتنين بتزودش قوي بس في الاغلب بتخليها واحد تمام تبقى حاجة عندك مسلا بالشكل ده كده احط احط الاكسترود بعد كده نقوم داخلين نعمل اكسترود نبقى حاجة بالشكل ده كده فطبعا ايه هنا كده كبيرة جدا فتبدأ تدي له السمك بتاع الخشبة مسلا ايه بقى حاجة كده ان هو ايه بالشكل ده تفهمين قصدي في حاجة اسمها بيفل البيفل اصفروا كده شايفين الحتة دي كده اللي هو يبدأ يعمل لك اكسترود بس بيدخل بيعمل لك ايه افست للبوريبن لا افست مش فريت افست ماشي معايا فيطلع معاك حاجة مسلا بالشكل ده كده يعني دي انا خلص اخلص اخلص اوكي معايا فانت كده عندك الاكسترود بتبدأ تدي له سمك البيفل بتبدأ تدي له سمك فيطلع معاك حاجة مسلا بالشكل ده كده ممكن تخلي الاكسترود ايه اقل شوية بحيس ان هو يطلع معاك بشمان زرده طمام وبعد كده عندك هنا في حاجة عايزين نعرف الحاجة اسمها ماكسامل افست اقل طيب بوس بحيس حان ما شفي الحوارده كده طيب ايه انت معايا ده بطلع بصو في حاجة عندي هنا اسمها دي بتعمل ايه دي بتعملي ارتفاع للخشبة بتاعتي حاجة مسلا بالشكل ده كده بعمل حاجة بتعمل اكل خشبة مخلعة كده مسلا حاجة كده وفيها مكس اقل وليها ماكسامل وليها ايه مينيوم تفهمين حاجة معاي ايه هكذا مش هنحتاجها كتير بس يعني دي برامة عرض موجودة عندك ايه تاني عندك بقى في ال جنرال لنا في حاجة حاجة اسمها سكيل يوه بعد ما تزدبت كل ده ممكن بقى تتلعب في ال سكيل بتاعهم كله تقدر تلعب في ال دييركشن اللي هو انا عايز هلفه مسلا 45 درجه ام ام مفيش هنا هي اا اا او انك في ا Rouge ماشى كده وسط افشى بماشى عابطه موجود او موجود اين او او حاجة اسمها Cd تعمل اي Cd تعملك برته توزيعها راندم شوية بس بنفس الكامل اللى انت كاتبها فوق تمشى انت خلصت الكلام ده كله تبدى انت هاي انى عايز تساومها كده اوكي عايز تبدى تلعب فيها اكتر فتلعب بالبرامترز بتاعتك. مش عايش شكل خشف ده فممكن تعمله بشكل تاني اي امكان. ايه بس اللي مطلوب منك بتعمله? بعد ما بتخلص بتقوم جاي كده اللي هو ايه? شايفين ده? تقوم وراضين منه كلون. قبل كده. انت كده عندك نشقتين فوق بعض صح? وامسح منها بحيس ان انت يبقى عندك بتاعك تحت عشان لما يبقى في فراغات. ما تطلع عش اي سويد. ما تطلعش اي سويد ما تطلعش مسلا تحاطط اداءة فتزهر مدى. تمام تبقى بتخليم طبعا كلهم نفس الايه? الماتيريا لزي مع بعض. ده نوع النوع التاني انت بدل تقوم عامل ايه اللي هو ده? ماشي. تقوم عامل ده. عو ده. هو ده. معي. ده ده ممكن بالسكيل يتزابي تاني. تهمين حاجة? فانت كده عندك خمس اشكال تقدر تلعب فيه وبيبقى حلوة جدا. في الانتريو اللي سابه بسيط لانك هو انت بتعمل انت لما تبقى ماتيريال. اه سكيل سكيل. انت لما يبقى عندك ارضية مسلا وهي معمولة موديلنج احسن ولا لو هي معمولة ماتيريال لو هي معمولة موديلنج. تبقى اوقع كتير. نفس الكلام على الحوايت مسلا وانت عملت حيطة كده مباني. احسن ان انت تعملها مباني ولا ماتيريال. في فرق طبعا انت ممكن تنجز. يعني لو انجز لا ماتيريال انجز بكتير. مس انت عايز تسمي حاجة تفكير قوي بقى وممكن تطور فيها ومش متسلمها معين بتقدر تعملها. تمام? تقدر تاخد دي كده وتقوم من دي عروتيت عادي جدا. تمام حاجة يعني الموضوع مش ارضية بس ممكن يبقى حيطة ممكن يبقى شكل تنجيل مسلا معين على الحيطة اللي كتير قويلا السرير. تمام حاجة? بعدها اعمل ده مشكلة في اخر حاجة. سكريبت 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 بروفيل. ده سهل جدا مفيش اي مشكلة. نتين انت ابقى بعدها عازبتيني مساو. سويت بروفيل. سويت بروفيل ده نفس السكريبت ده بيعمل ايه? ده بيعمل لنا القرانيش بيعمل لنا الوزارات. احسن حاجة يتعمل بيه على البانوات الكلاسيك. لانك انت البانوات الكلاسيك نادرا لما بتلاقي البانو نفسه بس انت لو دورت على ساكاشن ساكاشن بانو هاد على الكاتف جوجل يعني تدقي كتير اول ثمين حاجة بدي لك ساكشن نفسه انت نايمة وليس صحية دلوقتي لان انا دلوقتي هون من البوكس كله اختانجل نفترض ان انا طبط ممكن نعمل في البانوهان ممكن نعمل في البانوهان ممكن نعمل في البانوهان امال ايه يا بنت وانا بشح لك ايه ولا بدي كنت وانا كنت بدي كورس بطاطا والله ايه ده وانا ده بوطت الكورس وانا ده بوطت الكورس مساجد عين معايا ازاي نعمل دي في السكريبت بتاع سويل بروفايل وراكيزي معايا اماليا اللي شلداني ما هتتعامل ما هتتعامل بقى انت تتعلمي بقى لما تستطيب خمسون هتتعامل ماكس سكريبت هاني سكريبت هقوم داخل على اللي بتاعنا بالدهور كده سكريبت بروفايل ترك سكريبت ده هتدوس هنا هيزهر لك مساجد دلوقتي هيقول لك انستول هتقول له ايه انستول وهو هنا بيقول لك ان التول بار ده الكاتوجري بتاع اسمو اتعامل هتدوس انستول عادي ما هو لا اي حاجة يعني متفقدش من عنده هو ستتب اس هتتسفلو فمشكلة في الكلام ده اتصعد طبعا دي جده تول بار افتح منول تول بار اي حاجة تعمل كده وان البتاع اسمو ايه اسمو ايه هو اسمو ايه هو اسمو ايه ده مش ايه ايه اهو هتدوس بالشكل ده اسمو بتاردو كده خلاص تقفلت ده الكلام ده ثم اردو حطو ايه هو عندك ماشي ده اولا لو احنا برضو معانا ارضية او ساقف ايام كان كل اللي بتعملو بتسلكت على اللاين بتاعي ايه هم الاتنين انتي و الكريم متحلفش نعمل سلكت على اللاين وندوس على الاسفيد بروفيل ايجعلنا هنا مجموع من ايه من الكارانيش تمام ايه نتعامل بقى ازاي في كارانيش ايه نتعامل بقى ازاي في كارانيش تنفع مثلا اسقف و حاجات تنفع وزارات حاجات تنفع تجلق اعمده حاجات تنفع للبانوهات مثلا البانوهات و انت تبدأ بقى بتحمي في كتير لا هما دول الاردي موجودين اعم ما دول الاردي موجودين اعم او ممتع انا ممتعش انتعامل متى ستوقع بالسؤال يعني مسلا انا دلوقتي لو هاخد ال line ده وفت على ده كده تمام معايا طيب ابدأ اندي هنا الشكل بتاع الكورنشا بتاعتي انا ما عمل سيلكت على ده طيب لو غيرت ايطلع لي ده كمين مجرد ما بتوع فهو بيغير معاك على طول انا خلاص مسلا عمل سيلكت على ده كده اوكي في مشكلة هنا كده ماشي اي تعديل هتحب تعمله انت بتتعامل معاك انه متطبق عليه امر سويب عادي جدا اللي هو ازاي اللي هو مسلا انا الاز عايز ازبط ال line pivot بتدوس على ال line pivot وتبدأ ايه ازبطة من هنا لو مش مظبوطة عايز ال section تخرجيه يبقى قولنا هنا بنجيبه من و بنخليه و بن معايا لو انا عايز اخرج ده السيكشن اللي اللي انا عمرت يبقى معايا عشان اقعد عدل عليه او هلعف تحبه مسلا فهو هنا كبير انا عايز ازهره شوائل اصلا 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 ايه من اصلا ايه من ال اسكريبت يعني نفسه لأ انت عاملها بال احسن عشان تعرفي تحكيني فيها اقفى بحيس ان انت كل ما بتصغري في ال line زي ما هنعمل دلوقتي انت شايف النتيجة اصلا اصلا انا عاملها ازاي من هنا اوكي يطلع علينا الايه يطلع علينا بتاعنا فين هنا زيرو زيرو كده اوكي يطلع علينا ايه زمر ان يخطيها السكاش او مالها ماشي انت هنا تقدر تتحكمي تلعبي في افلت انا عايز اخد مسلا لو ده شلتو كده واحض ال از برش بلايل ده كده اشل ال بتاعك لو انا قلتلك ان انا عايز اخد مسلا دي كده وابدع ايه او الجه كده شوية او مقصدي بلع بلع فيها فانتي تلعي كده كده احسن تزبر شلتو كده ما انت عايزة ممكن ما يبقاش الموضوع وخلاص لا انت عايزة في نقطة معين تزيد عايزة مسلا الجزئية هنا لا تقل عايزة حاجة نقطة تشال تفهم ما قصدي في انت عندك حاجة كده فقلنا لو احنا دوسنا على الاسبلاين كده وعمل ناس اللي بتاعنا بيشتعل معنا زي الفل لهون لا بقى لكن انا مش هياه لانني اولا قسط challلي اولي تاني اولي تاني لاني واسبقة رالمي تكون اه حاسب ceكشن اولي طبع fucked حيام هيبة طبع judica اوميا ممش النهارده محضرة Martin لها مذك수� محطيه شريبت بس محطيهش في المارك بكرة بك ان شاء الله يرق مع الجيري وشان اعمال مش جاي بكرة ولا هنبدخ انا بهذا انت بتبصيه بصيت الزكر اوى جدعان والله انت بتتحكى من هنا كده حد هنا والله تمام معي في مشكلة في الحفة دي نفس الكلام بدل ما هيك هتبقه هنا مثلا وحبيتها طبقه على بنوم الدول ماجي هنا كده ومسلا هاتف ده يا اصدقى مثلتي لو عايزين تزويد هنا شكرا ممكن تزويد برضو من هنا عادي جدا وحنا عايزين بس نشوف قبله من اخوه هو اجايب الايه بالعكس طبق الباطج ؟ ятиدي جنج maxim انجل ابن موضوع مستفيد موضوع مستفيد موضوع مستفيد ستفلطة قبل طبعا طلع ايه كبير اوي فنبدأ ايه لصغره عندي عن مشكلة لصغر ازاي نفس الطريقة عمله استراكت ويطلع معي انستان فنبدأ قلعب بتاعه بس من جوه الاسيبوس بلاين نفسه مم طب ماشي احمل ازاي بقى انا ستاسم انا نفتح طب انا عندي سؤال طب انا عندي سؤال مهم جدا انت لو استاكاشن اريدي هي موجودة معيك اصلا انت بتحتاجها ليه انت تحطيها في الاسكريبت اه هو الاسكريبت ده هو بس انت هو بيبقى عندك اسكريبتة جديدة مش اخطي ام مش هو افرد من انت قوليت انت عندي اصلا استيكشن معاكي كده كده استيكشن ضمن ايه المكتل استيكشن كاد يعنى ولا ماكس ماكس اين حاجة انا عقل ايه مش معال الاسلام ايه لو انتو انت لما تنجي منتعامل بالكرانيش او الساكيشن دي اول حاجة بتيجي في دماغك الساكيشن الي موجود عندك في الايه تمام كاسكريبت اه غير كده لو عايز تحمل الساكيشن قد كده تكتب ساكيشن كاد ساكيشن ايه حاجة والله هتلاقي كاد والله عزيزي يا بنتي عف طب سعني الفايل لما ندتولك والله الفايل ده كان في كمية حاجات احسن من دي كمية اختم بالزبط يعني عايز افهم الناس اللي هتسمع اللي هو احنا هنخلص المحاضرة هنخلص المحاضرة بس بصدق ما عددش سريبتاب ثانية ولا اصباب تانية هوا دي السريبتات الانتيريول فيه سريبتية باسمتهم اول المتيريول يلينك بيتناب يبيندي ما دا في المتيريول في سريبتات تانية بلاجند تانية بس في المتيريول اللي فورس دا اكتيري لا هو ده مش متاجي يعني يعني ايه بير ايه اول ما كنتش هشرحها لا مش انتريب ايه يعني اتزالتي اعزايها ها شحورك ايه ما خلقها شحورك يعني الموضوع مش ازمة يعني بس انا مش حطو اصلا من دمن الكونتنت خلق تفهمين حاجات فبص هاجد عند فيه فايل انا هرفعه لكم النهاردة كمام اللي هو اللي مع الوفت اللي هناك دي الفايل ده في ايه يا بيتوا تتبين اكمل الكلام بقى هلا هويه ايه ده الفايل ده فيه استيكشن ماكس كل هتعمله ان انت بتاخد استيكشن بتعمله بس ميرج عنك تعمله سويب على طول هنقل كل حاجة كرانيشه بقى نحطه وازهراته تمام ولو دورته والله هتلاقي كتير يكتير يبقى ما بتعرف يبقى ما بتعرفش تدوري مافيش نت مافيش نت مافيش نت واط تمام في حد عنه مش كافت واقصة ايه لا طبع معاك وده الكمتر ايه لا الخدمة. اي او دي. او طبعا. اي او ما او ما اشغل دي معي. اجد عن ده ماتيريال طايم. انا انا ما قلتش مش هشرح لكوبيتور بس اللي هشرحه امتى؟ ممكن ممكن لما نجل خلص الكورسة خالص. لو في حاجة وقعت منكم تقولولي. لو. الكوبيتور ده هو ده بلوغنز تمام بيخلينا اه بيخلينا اعض امرج من هنا الهنا. لأ بص يا جماعة. بصوا. دلوقتي في اسكريبت اسمه كوبيتور. اسكريبت الكوبيتور ده اسكريبت كوبيتور ده ده اسكريبت جامعة بمثال لديك اكل مخطئ لو انت فاتح سينين يعني فاتح سين هنا فاتح سين هنا عايز تعمل بدل عايز تعمل كابيو بيست من فايل الفايل بتعمل ازاي بتقوم داخل هنا في داخل الان هكذا ثم اعمل لي ده. نفس الكلام. ثم اعمل لي ده. بعد كده تقوم داخل ايه? على سمي مسلا واحد. تمام? ونضغي هنا على ايه? هاي في واحد اسمه كبير. طيب اذا كده ايه? وللاسف بيطلع فاضي كده. بس انت لو قفت على لبس. زيك المركبة بزارة معي. ونفس الكلام بتقوم اعمل واحد اسمه مسلا بيست. معي? واردو تدور هنا على البيست. ام حطو ايه? اه هم بيقوا كلهم مضيح. طبعا? السواب بيبقى لما بتقف عليه بيبقى ايه? الاسم الزواري. كل اللي بتعمله. عشان اخلينا كده. ندركه قبله. كل اللي بتعمله بتقف على الفايل بتاعك. تديله من هنا. قبل. تخش على السين بتاعك هنا وتديله هنا بايه? بايه? بس بس بس. اذا اترانسيم مش قوان مفتوحة. 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 او او ايه? وده غلط وحش. ده طيب يعني. احنا له بس. انا هو ده برجن. او ده برجن. اذا ثاني انسى هو ده مبارك. ازمال لا. او هوا دفش من الكلام بالظات. او كيj. انا انا اذا يفع. هقولك. يا فعلانتي لما لو انت افضلني بلو خلت تساعدين. لكم. انا ساوركم. في حركة تانية اسكة كتير هقولها ايلي. اسكة كتير. لا لا هقولك ايلي. طب حد عنده كده مشكلة بده. طب ماشي ممكن هخلص سامحاني او صاحب تانية. النسخة التانية او تتعامل بالزبط بنفس الطريق او نفس التصديق والفكرة بس ان انت ممكن يبقى فعل عندك برامتر زيادة. اللي هي كبير بيست برضو. كده كده هو بس مجرد احدث او ابدات احدث للاي اللي سكرت. تمام انت تقدر تعمل اكتر من حاجة معها. في مشكلة في الكلام ده كده. والت عموما انت لو جربت سيلكت على اكتر من حاجة. خدتها كبيرتت يعني فعلا. يعني هو هنا عشان في الستين ده مش موجود غير حاجة واحدة. بس انا لو مسلم ده معايا ايه? اكتر من واحدة سيلكت وكله عادي وكبيره بس ما عرفش مشكلة. ماشي قمين قصدي? في مشكلة? اه ماشي وكفي. سامو عليكم. المرة الجاية جلعان ايه? عشان نكون عارفين. المرة جاية. هنشرح البروكسي. هنشرح الرندر سيتنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن